هكذا علمتني الحياة المؤلف الدكتور مصطفى السباعي الحمد لله الذي قدر كل شيء فأحسن قدره وابتلى الإنسان بما يسره وما يسوءه ليحسن في الحالتين شكره وضبراه وبعد فهذه خطرات بدأت تسجيلها وأنا في متشفى المواساة بدمشق في شهر ذي القعدة من عام 1381 للهجرة الموافق لشهر نيسان إبريل من عام 1962 للميلاد وكنت بدأت تسجيلها لنفسي حين رأيتني في عزلة عن الأهل والولد والتدريس والتأليف وتلك هي عادتي في السجون والأمراض والأسفار غير أني فقدت كل ما دونته من قبل فلما بدأت بتسجيل خواطري في هذه المرة وكان يدورني بعض إخواني فيراني مكبا على الكتابة أبدأ عجبه من أمري فقد أجمع كل الأطباء الذين يشرفون على علاجي في بلادنا وفي بلاد الغرب أن من الواجب أن أركن إلى الراحة التامة فلا أقرأ ولا أكتب ولا أشغل بالي بمشكلات الحياة وهمومها حتى يقدر لي الشفاء من مرض كان سببه الأول إرهاق الأعظاب بما لا تتحمله وقد صبرت أعظابي على إرهاقي لها بضع عشرة سنة حتى ناءت بحمل ما أحملها من هموم وأحزان فكان منها أن أعلنت احتجاجها بإيقافي عن النشاط والعمل إيقافا تاما بضعة شهور ثم استطعت من بعدها أن أعود إلى نشاطي الفكري حتى إذا دخلت المستشفى أخيرا بعد اشتداد الآلام كان من المفروض أن أقف مضطرا عن الكتابة لولا أني وجدت نفسي مسوقا إلى تسجيل خواطري التي لم يكن لي يد في إيقاف تواردها وأقرب ما يكون الإنسان إلى التفكير أبعد ما يكون عن الشواغل والمزعجات فلما رأى مني بعض أصدقائي ذلك قرأت لهم بعض ما كتبت فتحسنوه وكان أمر بعضهم أن أخذ يتردد علي يوميا لأسمع متجد من خواطري ثم غادرت المتشفى فتابعت تسجيل هذه الخواطر في فترات متقطعة كانت تدفعني إليها مناسبات الأحداث إلى أن تجمع لي منها قدر كاث رأيت من الخير لتجابة إلى رغبات بعض إخواني في نشرها رجاء النفع والفائدة يقظة وغفلة ما عجبت لشيء عجبي من يقظة أهل الباطل وجتماعهم عليه وغفلة أهل الحق وتشتت أهوائهم فيه دواب الشيطان إن للشيطان دواب يمططيها ليصل بها إلى ما يريد من فتنة الناس وإغوائهم منها علماء السوء ومنها جهلة المتضوفة وزنادقتهم ومنها المرتزقون بالفكر والجمال ومنها الآكلون باللحى والعمائم وأضعف هذه الدواب وأقصرها مدى مجرم الفقر والجهالة والتشرد القلب الممتلئ الصندوق الممتلئ بالجواهر لا يتسع للحظى والقلب الممتلئ بالحكمة لا يتسع لصغائر علامة القبول إذا قبلك نسب إليك ما لم تفعل وإذا صخطك نسب إلى غيرك ما فعلت إذا همت نفسك إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله فإذا لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال فإذا لم ترجع فذكرها بالفضيحة إذا علم بها الناس فإذا لم ترجع فاعلم أنك تلك ساعة قد انقلبت إلى حيوان لو كنت متوكلا عليه حق التوكل لما قلقت للمستقبل ولو كنت واثقا من رحمته تمام الثقة لما يأست من الفرج ولو كنت موقنا بحكمته كل اليقين لما عتبت عليه في قضائه وقدره ولو كنت مطمئنا إلى عدالته بالغ لطمئنان لما شككت في نهاية الظالمين لا تمتدح حتى لا تمتدح إنسانا بالورع حتى تبتليه بالدرهم والدينار ولا بالكرم حتى ترى مشاركته في النكبات ولا بالعلم حتى ترى كيف يحل مشكلات المذائل ولا بحسن الخلق حتى تعاشره ولا بالحلم حتى تغضبه ولا بالعقل حتى تجربه الصمت والكلام إذا اشتهيت الصمت فتكلم وإذا اشتهيت الكلام فاصمت فإن شهوة صمت وقار مفضوح وشهوة الكلام خفة مزرية التجارب التجارب تنمي المواهب وتمح المعايب وتزيد البصير بصراً والحليم حلماً وتجعل العاقل حكيماً والحكيم فيلسوفاً وقد تشجع الجبان وتسخي البخيل وقد تقصي قلب الرحيم وتلين قلب القاسي ومن زادته عماً على عماه وسوءاً على سوئه فهو من الحمق المختومين اغتنم ساعة نشاطك للنفس ساعات تنشط فيها للخير وساعات تحرن فيها فإذا نشطت فأكثر وإذا حرنت فأقصر فإنك إن أكرهتها على الخير وهي لا تريده كانت كالداب التي تركبها مرغمة لا تأمن أن تلقي بك وأنت حطمة كثرة الكلام من ابتلي بكثرة الكلام أصيب بالعي في موطن يحن الكلام فيه النظر في كتاب الله ما رأيت شيئاً يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله رباعيات ارحم أربعاً من أربع عالماً يعيش مع الجهال وصالحاً يعيش مع الأشرار ورحيماً يعيش مع قسات القليل وعالي الهمة يعيش مع خائر العزائم موطنان موطنان ابك فيهما ولا حرج طاعة فاتتك بعد أن واتتك ومعطية ركبتك بعد أن تركتك وموطنان فرح فيهما ولا حرج معروف هديت إليه وخير دللت عليه وموطنان أكثر من الاعتبار فيهما قوي ظالم قسم الله وعالم فاجر فضحه الله وموطنان لا تطل من الوقوف عندهما ذنب مع الله مضى وإحسان إلى الناس سلف وموطنان لا تندم فيهما فضل لك جحده قرناءك وعفو منك أنكره عتقاءك وموطنان لا تشمت فيهما موت الأعداء وضلال المهتدين موطنان لا تترك الخشوع فيهما وموطنان لا تتكبر فيهما حين تؤدي الواجب وحين تجالس المتواضع وموطنان لا تتواضع فيهما حين تلقى عدوك وحين تجالس المتكبر وموطنان أكثر منهما ما استطعت طلب العلم وفعل المكرمات وموطنان أقلل منهما ما قدرت تخمة الطعام ولهو العاطلين وموطنان ادخرهما لتغير الأيام صحتك وشبابك وموطنان ادخرهما ليوم الحساب علمك ومالك وموطنان لا تجزع من مشهد البكاء فيهما بكاء المرأة حين تتظلم وبكاء المتهم حين يقبط عليه وموطنان لا يغرنك الضحك فيهما ضحك الطاغية لك وضحك المحذون عندك وموطن واحد لا تعلق قلبك فيه إلا باثنين عمرك لا تحب فيه إلا الله ورسوله ووقت واحد لا تفعل فيه إلا شيئا واحدا ساعة الموت لا ترج فيها إلا رحمة الله سوء نية ليس صدفة ولا عن حسن نية أن توجه طاقات شبابنا وبناتنا إلى الرسم والرقص والغناء ويكون ذلك محور التوجيه في الصحافة والإذاعة والتلفزيون من حيث لا توجه طاقاتهم ولا عبقرياتهم إلى العلم والصناعة والاختراع إنها خطة استعمارية تنفذ من أموال الشعب على أيدي بعض الأغرار من المراهقين والمراهقات الانصراف إلى الفن الانصراف إلى الفن شغل الذين تم لهم البناء أما الذين لم يبدأوا بالبناء بعد أو بدأوا متأخرين فمن أكبر الجرائم صرفهم عن الاهتمام في تقوية البناء إلى الاهتمام بالرسم والغناء وعن الاختراع إلى رقل الإيقاع وعن ظنع الحياة إلى رسم الحياة نحن وإسرائيل إسرائيل لا تعد لغزونا فرقاً من الراقصات والمغنيات والرسمين ولكنها تعد فرقاً من الفدائيين وأصاطيل في الجو والبحر وقذائف للهلاك والتدمير فهل يفهم هذا المنحلون والببغاوات والمتآمرون والكسالة والوجوديون والمتغربون والمفتنون لمن تعطى الجوائز نحن في حاجة إلى مخترعين ومخترعات أشد من حاجتنا إلى فنانين وفنانات ومع ذلك فكل الجوائز وكل الفرص وكل الأنوار تصلت على هؤلاء ويحرم من هؤلائك وما رأيت يوماً جائزة خصوصة لشاب مكتشف أو مخترع وأرى كل يوم عشرات الجوائز للشباب المتفوقين بالرسم والتصوير والموسيقى والغناء فهل هذا دليل على جدنا في الانضمام إلى ركب الحضارة والخلاص من أعدائنا المتربطين أم نحن قوم غافلون أو مخدعون أو مضللون مع ملحد قال لي ملحد أرني الله قلت له أرني عقلك قال أقنعني بوجوده قلت أقنعني بحياتك قال أين هو قلت أين الحق والخير والكمال باب الخلود للخلود بابان باب أمامي يدخل منه العظماء من هدات الناس وباب خلفي يدخل منه الأشقياء من أعداء الشعوب ومفتاح الباب الأمامي أكرم من الذهب ومفتاح الباب الخلفي شواظ من لهب والأولون يخلدون بترحم الناس عليهم والآخرون يخلدون بلعنة الناس لهم الفرصة الوحيدة الحياة هي الفرصة الوحيدة للخلود بالعمل النافع فليس فيها متسع لللهو والعبث لا تيأس إذا استعصى عليك أمر تريده وترى فيه الخير فحاول أن تسعى وراء خير آخر فإن الخير أكثر من أن تحظى طرائقه وأعز من أن ينال كله ثواب الجهاد لا تنتظر جزائك من أمتك على ما قدمت لها من خدمات فهي مهما كافأت فإنما تكافئك كفرد وأنت أحسنت إليها كأمة وانتظر الجزاء بما لا يفنى ممن لا يفنى اتهامك أمتك بالجحود دليل على أنك أردت سمعة ولم ترد وجه الله لا يعجبك من الشهرة حلاوة التصفيق فإن معها مرارة التصفير ولا مدائح المعجبين فإن فيها مناوح الحاسدين لكل شيء ثمن قل من استطاع أن يعيش بين الناس سالما إلا على حساب حريته وكرامته وقل من استطاع أن يعيش بينهم محبوبا إلا على حساب طموحه ومصلحته بما ينمو العقل لا ينمو العقل إلا بثلاث إدامة التفكير ومطالعة كتب المفكرين واليقفة لتجارب الحياة بما يصلح العلم لا يصلح العلم إلا بثلاث تعهد ما تحفظ وتعلم ما تجهل ونشر ما تعلم بما يفيد الوعظ لا يفيد الوعظ إلا بثلاث حرارة القلب وطلاقة اللسان ومعرفة طبائع الإنسان بما يجمل المعروف لا يجمل المعروف إلا بثلاث أن يكون من غير طلب وأن يأتي من غير إبطاء وأن يتم بغير منه بما يقع التواضع موضعه لا يقع التواضع موضعه إلا بثلاث أن يكون من تتواضع إليه متحقا لهذا التواضع وأن يكون عارفا بقيمته وأن لا يلتبس التواضع بالذلة عند من يشاهدونه بما ينبل سخاء لا ينبل سخاء إلا بثلاث أن لا يكون جزاء لمعروف وأن لا يكون ارتقابا لمعروف وأن تكون الرغبة في ثواب الله عليه أقوى من ثناء الناز فيه حين يساء فهم الدين حين تضيع معاني الدين وتبقى مظاهره تطبح العبادة عادة وصلاة حركات وصوم جوعا والذكر تمايلا وزهد تحايلا والخشوع تماوتا والعلم تجملا والجهاد تفاخرا والورع سخفا والوقار بلاده والفرائض مهمله وسنن مشغله وحينئذ يرى أدعياء الدين عسف الظالمين عدلا وباطلهم حقا وصراخ المتضعفين تمردا ومطالبتهم بحقهم ظلما ودعوة الإطلاح فتنة والوقوف في وجه الظالمين شرا وحينئذ تصبح حقوق الناس مهدرة وأباطيل الظالمين مقدسة وتختل الموازين فالمعروف منكر والمنكر معروف وحينئذ يكثر اللصوص باسم حماية الضعفاء وقطع الطرق باسم مقاومة الظالمين والطغاة باسم تحرير الشعب والدجالون باسم الهداية والإطلاح والملحدون بحجة أن الدين أفيون الشعوب الخلوة خلوة ساعة بينك وبين ربك تفتح لك من آفاق المعرفة ما لا تفتحه العبادة في أيام معدودات لا ترجع عملك من أمان النفذ الباطلة أن ترجع العمل إلى وقت تكون فيه أكثر فراغاً أو أكثر انشاطاً فإنك لا تدري أيأتي الوقت كما تتمناه نفسك أم يفوتك العمل في الوقتين معاً أصدقاء القرآن لبعض الكتب المقدسة عند بعض الديانات جمعيات منتشرة في جميع أنحاء الأرض جند فيها عشرات الألوف من الأشخاص وينفق عليها عشرات الملايين من الأموال وهي بلا شك تحتوي ثروة أخلاقية إنسانية تفيد البشرية ولكن أي ثروة فكرية وتشريعية وأخلاقية إنسانية تحتويها إذا قيست بثروة القرآن الكريم وإذا كانت تلك قد رزقت عناية هذه الآلاف من الناس ووضعت تحت أيديهم كل الإمكانيات لنشرها والدعاية لها أفلا يستحق كتاب الله الخالد عشر هذه الجهود وعشر هذه الأموال؟ وهل تقاط الثمرة التي جنتها الإنسانية من تلك الكتب بالثمرة التي تجنيها من نشر القرآن الكريم؟ أم أن ميت تهاتيك أن كتب قوم يحملون الحضارة؟ وكتابنا كتاب قوم مغلوبين لتلك الحضارة؟ أم ميت تلك أنها كتب قوم لم ينهضوا إلا حين تركوها؟ وذنب هذا أنه كتاب قوم لم يقطوا إلا يوم تركوه؟ أميزة تلك أن حضارة الذين ينشرونها اليوم قامت على أسس تخالف مبادئها وذنب هذا أن حضارة الذين هجروه وبها غيروا وجه الدنيا لم يضع حجر أسابها غيره أميزة تلك أن المكتشفات العلمية تسير في خط معاكس لاتجاهه وذنب هذا أنها تسير في خط مواز لاتجاهه؟ أميزة تلك أنها كتب الأقوياء ولم تكن لها يد في قوتهم؟ وذنب هذا أنه كتاب الضعفاء وهو بريء من عهدة ضعفهم إذا لم يكن شيء من هذا كله فما هو سر إذن؟ إلا أن يكون هو الوفاء من جانب أولئك والجحود من جانب هؤلاء أهو العلم هناك والجهل هنا؟ سبحانك ربي إنه علم يحمل على كتفه قاتله وجهل يشيح بوجهه عن وليه سبحانك هذا تفريط عظيم لو عمل المسلمون بآداب قرآنهم للفت الأنظار إلى روعته أكثر من ألف جمعية وألف خطاب وألف كتاب جناية الضعيف على الحق يوم كان المسلمون أقوياء بالقرآن أقبل الناس عليه من كل حدب يتدارسونه ويتعلمون لغته فلما ضعفوا بضعفه في نفوذهم كانوا هم أول من أعرض عن دراسته وتعلم لغته وهكذا يجني الضعيف على نفسه وعلى الحق الذي يحمله مع الله من اعتز بغير الله ذل ومن اتعان بغيره غاب ومن توكل على غيره افتقر ومن أنز بثواه كان في عيشة موحشة ولو غمرته الأضواء وحفت به المواكب وسيلة خير وشر يقولون إن من محاسن هذه الحضارة أن اخترعت الإذاعة والتلفزيون وضحافة لإشاعة المعرفة في أوضاط الجماهير ونسوا أنها استعملت أيضا لتضليل الجماهير عن الطريق صحيح للمعرفة المطلحة الخاصة والعامة الناس في العمل للمطلحة العامة ثلاثة واحد ينثى مطلحته الخاصة فهذا أكرم الناس وواحد يذكر مع المطلحة العامة مطلحته الخاصة فهذا من أفاضل الناس وواحد لا يذكر إلا مطلحته الخاصة فهذا شر الناس لا تخف من الناقدين لو أنك تهيبت العمل خوفا من الناقدين لما عملت أبدا ولكن اعمل ما تعتقد صحته وترجح فائدته وترضي به ربك وتكب به ثناء العقلاء والمخلصين فإن غضب عليك بعد ذلك في حياتك من غضب فسيرضى منهم عنك بعد موتك من يرضى المسيطرون في الفتن في الفتن إما أن يضيطر العباقرة أو السفهاء ولا مكان فيها لمتوسطي المواهب والمتقيمين الطيبين الخصومة والعداوة في سياسة ليس في سياسة خصومة دائمة ولا رضاقة دائمة فصديق اليوم قد يكون خصم الغد وخصم الأمس قد يصبح صديق اليوم ذلك شأنه في الأفراد والشعوب اتفذ مما تكره اتخذ من الفشل سلما للنجاح ومن الهزيمة طريقا إلى النصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر